لاحظ الحاج العباس بن عميران بائع الساعات والاجهزة الالكترونية في حي المعاريف بالدار البيضاء ان عدة ساعات وبضع الات حاسبة اختفت من محله لم يخفي مساعده يوسف استغرابه ليس لديه ما يثبت ان تلك القطع بيعت وكانت من اجود ما يعرضه المحل احس الرجل بان الحاج وان لم يقولها صراحة يتهمه بالتقصير يعلم انه لا يشك في نظافة يده اذ لم يثبت ان سرق او اختلس خلال السنوات الخمس عشر التي امضاها في العمل لحساب الحاج بن عميران في الامر ما يستوجب المزيد من اليقظة ما حدث يضرب في الصميم ثقة الحاج فيه يكثر الزبائن في المساء جماعات وفراد يلجون المحل يجولون بنظراتهم الفاحص عبر المعروض من البضائع منهم من يشتري ومنهم من يغادر دون ان يسأل عن الثمن من الوافدين على المحل من يعشقون وضع الساعات في معاصمهم قبل شرائها ولكن قلة منهم فقط يشترون وحين يكثر الواقفون امام طاولة المعروضات فانه يصعب مراقبة ما يجري خلف المحتشدين الواجهات الزجاجية التي جعل عمقها من المرايا تعرض ساعات يدوية من مركات معروفة كان ما يطمئن صاحب المحل ان المنفذ اليها يوجد من الجانب الداخلي للمحل بما يعني ان لا احد غير الحاج بن عميران ومعاونه يمكنه ان يصل الى ما هو معروض كان قد انقضى اسبوع على اكتشاف اختفاء تلك الساعات والالات الحاسبة لما انتبه يوسف الى ان ساعتين من نوع جيد فقدتا ابلغ بذلك الحاج بن عميران لم يكن لديهما شك في ان الذي يحدث انما هو عملية سرقة تتم اثناء تواجد عدد هام من الزبائن في المحل فكر الحاج في استخدام شخص ثاني لن تكون له من مهمة سوى مراقبة ما يجري حين يكون يوسف والحاج منشغلين مع الزبائن خلال النقاش طرحت ايضا فكرة وضع كاميرات للمراقبة واجهزة انذار كانت الملاحظة الاساسية لديهما ان الذي يسرق لا يعمد الى كسر الواجهات الزجاجية التي تؤثث جدران المحل وانه يعمد الى حيلة تمكنه من تسلم ما يريد سرقته ومغادرة المحل دون ان يقلق او يخاف يبدو ان هذا الشخص او هؤلاء الاشخاص على قدر من الاحترافية كبير في مجال السرقة استقر الرأي على تشغيل من سيتولى المراقبة قال الحاج بن عميران انه يفضل ان يكون شخصا له هيئة لا تثير اليه الانتباه وان يكون مندسا بين الزبائن ويبدو واحدا منهم بعد بضعة ايام اقترح يوسف على الحاج ان يشغل شقيقا له كان طالبا جامعيا قال انه يظن انه يستطيع القيام بالمهمة على النحو المطلوب لم يرى الحاج مانعا في تشغيله وقد علم صواب القرار الذي اتخذه يوم جاء الى المحل لمقابلته كان عصام شابا على قدر من الوسامة شرح له الحاج ومعه شقيقه يوسف المهمة التي سيكون عليه القيام بها ان يبدو زبونا من الزبائن وان يتصرف بما لا يثير اليه الانتباه لحظ عصام الذي كان يدرس في كلية الحقوق ان بين الزبائن نساء تصحبن معهن اطفالا كنما ان تتخطين عتبة المحل حتى تتركن لاطفالهن حرية للتحرك لا تلبث ان تستحيل فوضى وبين الزبونات نساء تلتصقن بطاولة المعروضات ولا تتوقفن عن طلب ساعات تضعنها في معاصمهن ثم تنزعنها وتتبدلنها باخرى ثم حين ترين ساعة اجمل تطلبن من الحاج او من يوسف ان يأتي بها ثم تكثر الساعات الموضوعة امامهن ثم بعد ان تبدين اسفهن تنسحبن وتزعمن ان لا واحدة من تلك الساعات اعجبتهن كثيرات هن اللواتي كن تغادرن وهن تنادين على اطفال اختلطوا بالزبناء اختلاطا حدث ان رأى يوسف طفلا او طفلة وفي يدها ساعة او شيء مما كان يباع في محل الحاج بن عميران حين يكون طفلا بالكاد ينطق كلمات فان الامر لا يحتمل اي تأويل الاشياء اللماعة او ذات الالوان الزاهية ينجذب اليها الصغار بل ان كل ما يرونه في ايد الكبار يجذبهم من باب حب الاكتشاف والاستطلاع ولكن نساء كثيرات لا تدخل المحلات التجارية برفقة اطفال دون الاربعة اعوام بل يكون معهن اطفال في العاشرة وفي الثاني عاشرة ممن يختلف تصرفهم عن تصرف منهم دون الرابعة بعد اسبوع من العمل جاء عصام الى الحاج بن عميران ليقدم له تقريره الاول كان قد تحدث من قبل الى شقيقه في الموضوع قال ان اكثر ما يثير انتباهه اولئك الاطفال الذين يرافقون امهاتهم والذين ما انتطأ اقدامهم المحل حتى ينطلقون في كل الاتجاهات ويختلطون بالزبائن اختلاطا لا يتيح مراقبتهم بالشكل المطلوب مضى عصام الى انه يتعين القيام بما يضع حدا لذلك السلوك ولكن الحاج بن عميران وهو التاجر المتمرس رد بان كل تضييق على حرية تحرك الامهات واطفالهم قد يكون له اثر سلبي على نشاط المتجر وسمعته اضاف انه لن يكون من المعقول البتة ان يفترض ان كل الاطفال الذين يرافقون امهاتهم يعمدون الى اخذ اشياء من المعروضات كان الاجتماع الذي انعقد مساء ذلك السادس من يونيو من العام ستة والفين يشبه اجتماع خلية ازمة لن يقبل الحاج بن عميران ان توصف باقل من ذلك طرحت كل الخيارات حتى تلك التي سبق ان تم التفكير فيها مثل وضع كاميرات للمراقبة ثم انفض الاجتماع باتفاق على مزيد من المراقبة وبفعالية اكبر يبدو ان الحاج بن عميران يريد تفادي مصاريف اضافية في الوقت الراهن على الاقل مساء الحادي والعشرين من يونيو وكان يوم سبت تدفق الى متجر الحاج بن عميران متسوقون كثيرون كان الحاج ومساعده يوسف وايضا عصام يتوقعون ان يقبل على المحل التجاري اناس كثيرون فقد علقت على واجهة المحل لافتة تعلن عن تخفيضات هامة تصل خمسين في المئة في اسعار بعض المنتوجات بالنسبة للثلاثة سيكون اختبارا غير هي لا يفضل الحاج بن عميران وصف العسير هو الذي لا يفتأ يردد اللهم يسر ولا تعسر ذاب عصام وسط المتسوقين كان اكثر من يركز عليهم الاطفال وفجأة رأى طفلا بدى له انه في الثامنة او العاشرة وهو يمسك في يده بساعة من اثمن ما يعرضه المحل فضل التريث ومتابعته من بعيد ظن انه سيمضي بما في يده الى شخص يرافقه لكن لا شيء من ذلك حدث مضى الطفل وهو يتلفت في كل الاتجاهات يريد ان يخرج كان يحاول اخفاء ما في يده تحت قميصه لما امسك به عصام ماذا تخفي تحت ملابسك سأله اتركني صرخ الطفل اتركني ولكن عصام لم يتركه حاول ان يتفلت منها ولكنه كان محكما قبضته عليه من يرافقك اتركني لم يكن يقول غيرها انتبه الى صراخه بضعة متسوقين رأى عصام ثلاثة نسوة تخرج لفت انتباهه استعجالهن الخروج دون ان تشبعن فضولا غريزيا بمعرفة ولو جزء من حقيقة ما يجري اقتاد عصام ذلك الطفل الى مكتب الحاج بن عميران قبل ان يدخل المكتب القى الطفل ما كان يحمله ولكن عصام انتبه الى ذلك فاخذ الساعة اليدوية الثمينة كان الحاج منهمكا في التعامل مع الزبائن ولما لمح عصام يسير نحو المكتب مضى نحوه التقوا عند الباب لم يكن الحاج ليثير ضجة ظل صامتا الى ان دخل مكتبه ومعه عصام وذلك الطفل قبل ان يسأله قال له انه ضبطه يحاول مغادرة المحل وفي يده تلك الساعة الثمينة نطق الطفل قبل ان يسأل انا لم اسرق شيئا قال الحاج بن عميران بنبرة حازمة اسمع يا ولدي سأنادي على الشرطة وهم الذين سيسألونك وستجيبهم ثم توجه نحو هاتف ثابت كان على مكتبه وما ان شرع في تركيب رقم الشرطة حتى انخرط الطفل في بكاء لم تكن واضحة تماما تلك الكلمات التي كان ينطق بها ولكن عصام استطاع ان يتبين منها قوله ساحكي لكم كل شيء ولكن لا تطلب الشرطة وضع الحاج بن عميران السماعة واقبل عليه كما رأيت لم اتصل بالشرطة والان قل لي من جاء معك ومن حردك على سرقة هذه الساعة بكاؤه يمنعه من الكلام خرج الحاج وهو يقول لعصام اذا ما لم يقل كل شيء اخبرني حتى اطلب الشرطة سمع باب المكتب يغلق وعم صمت الا من شهيق ذلك الطفل دنا منه ما اسمك تردد قبل ان يجيب عدنان قل لي يا عدنان مع من جئت الى هنا عاد لي يمتنع عن الكلام قل ولا تخف ولكنه لم ينطق بكلمة ثم انفتح باب المكتب وظهر الحاج بن عميران هل قال مع من جاء لا يا سيدي اذا فلنطلب الشرطة واصل الحاج نحو مكتبه اخذ الهاتف وركب الرقم ثم سمع يتحدث عن ضبط طفل متلبس بسرقة ساعة يدوية سمع ايضا يقول ان الطفل موجود ويرفض ان يقول مع من جاء ثم كلمات شكر وضع السماعة ودون ان ينطق بكلمة خرج احدثت الباب ذلك الصوت المألوف ثم عم الصمت بعد نصف ساعة جاء الى متجر بن عميران شرطي بالزي المدني صافحه الحاج ومضى به الى مكتبه كان الطفل هناك مع عصام الذي ما اندخل الحاج وادرك ان الذي معه من الشرطة حتى غادر المكتب قال رجل الشرطة ساخذك معي واذا لم تقل لنا من ارسلك لتسرق تلك الساعة فستمضي الليلة في الكوميسارية عاد ليبكي ولكن رجل الشرطة قال له ان الافضل له ان يقول سكت وقد حسب الحاج بن عميران انه عاد لي يلوذ بالصمت ولكنه تكلم في النهاية جئت مع فضيلة ومليكة من هما هل هما من اقربائك فضيلة تقول لي ان اناديها بامي ولكن هناك من قال لي انها ليست امي التي ولدتني دل الطفل على سكنهما في المدينة القديمة لم تكون هناك لما طرقت الشرطة بابهما تم تربص يومين قبل الامساك بهما وقد اعترفت بانهما تخصصت في تسخير الاطفال لتنفيذ اعمال سرقة في المحل التجارية دون ان تثير ادنى انتباه كان الطفل عدنان واحدا من عدة اطفال تأتيان بهم من عائلات معوزة وتزعمان انهما ستتكفلان بتربيتهم وبنفقات تعليمهم تسلسلت اعترافات المرأتين لم تكن ضربتهم الاولى في محل الحاج بن عميران كانت وراء سرقة عدة ساعات وآلات حاسبة تلك التي افتقدها الحاج بن عميران ترجمة نانسي قنقر